الحديثة عشر بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم وصلوا مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في ثلاثة أيام انتخابات الرئاسة 2024 شهدت اللجان الانتخابية توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ فتح لمراكز الاقتراع وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحة تجري أو تجرى الانتخابات الرئيسية وفقا للجدول الزمني المقرر حيث يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بن داري أكد انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية وأكد المستشار البنداري خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة تتابع عمليات التصويت في ثالث أيام الاقتراع وإطمأن المدير التنفيذي للهيئة على انتظام سير الاقتراع مع رؤساء اللجاني وذلك عبر الفيديو كونفرنس يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة حيث تدفع الاشتباكات المدنين إلى نزوح مستمر ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد ثمانية عشر ألف ومئتين وخمسة أشخاص فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتل من جنوده ارتفعت إلى مئة وأربعة فيما أصيب خمسمائة واثنان وثمان أو اثنان وثمانون آخرون إلى ذلك استشهدتنا عشر فلسطينيا فيما أصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رافح جنوب غزة كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جبالية شمالي القطاع ومدينة خان يونس جنوب غزة أكدت وكالة الأنرو أنه لا مكان في مراكز الإيواء لإستعاب أي نازح جديد في غزة مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية منهارة تماما في القطاع وأضفت الوكالة الأممية أن ما يحدث في غزة هو تسنامي إنساني وأوضحت الأنرو أن كل مراكز إيواء يضم بداخله أكثر من أحد عشر ألف نازح في الوقت الذي من المفترض أن يستوعب ألفي نازح فقط جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الدعوة لوقف إنساني لإطلاق النار والتأكيد على مواصلة العمل لدعم سكان قطاع غزة وأضف مكتب الأمم المتحدة أن الغرات الجوية الإسرائيلية استهدفت منازل سكنية في مناطق حددها جيش الاحتلال بأنها آمنة للنازحين وأشار المكتب إلى دخول نحو مائة وعشرين ألف لتر من الوقود إلى القطاع من مصر يومية موضحا أن هذه الزيادة هي الحد الأدنى الضروري لمنع انهيار الخدمات الأساسية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في موقف صعب لافتا إلى وجود خلافات بينه وبين بعض القيادة الإسرائيلية وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين تظاهر المعادة في تشيلي أمام سفارة الولايات المتحدة في سانتهاجو ردا على التحرك الأمريكي لاستخدام حق النقد ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة ولوح المتظاهرون بالإعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات لإظهار دعمهم واست الحرب المستمرة ما بين إسرائيل وحناس هذه الموجز شكرا لكم